انا نتكلم على اخطاء محتاجين نعدلها بسرعة قبل مباراة الراس لاقدر مرموش النهاردة انا قلت كده في اللي انتم شايفت الطفل كلها تختلف هاي دي افضل مباراة قدمها مع منتخم مصر منذ تواجده مع منتخم مصر متفق معاك مليون في المية متفق معاك على الادايا اللي قدموا النهاردة متفق معاك انه بس لكن عشان برضه مظلموش وقدم بعض الادايات القوية جدا لابن كده لا مش بقول انه قبل كده كان سيء انا احسوا انت ده افضل اداء ده افضل اداء ممكن اقدم مباراة كبيرة ورائعة بس ده ده البيت بتاع احلى مباراةه يعني لانه عمل كل شيء ولما جيب لك الحالات بتاعه الراجل كان بيرجع في الحالات الدفاعية ممتاز قادر ان يوقفوا يا تمركز كويس جدا جدا في الكرات العالية اهي دي اول واحدة بالصدفة اول اول حالة بص يا كريم الراجل مغطي فين الراجل نازل تحت مع السنتر باك ده شاقول لي عليه بقى هو تاني لعيب من هناك تاني لعيب من مصر في اعلى الصورة ناحية الشمال بتاعتنا اليمين بتاعت غيرا الكرة دي هتعمل كروس انسايد عشان تتلعب على البعيدة وبعدين ترجع تاني بص هو اخر لعيب تاني اخر لعيب اللعيب الاخير من منتخب مصر هو محمد حمدي هو اللي هيت الراجل طالي عامل تيك اوف وساند على محمد حمدي الحاكم طبعا ما صفرش على السندة دي وهيطلع مرموش هو اللي ياخد الكرة الهوائية بالمناسبة كان عنده لتحامين هوايين نهاردة خد الاتنين كمل اهو الراجل طلع هو ده بيعمل لمساندة الدفاعية كمل روح للحالة اللي بعدها اهي ديها كريم طالع ما شاء الله عامل التيكوف طالع اهي في المصاري الكورة طيب الراجل كان بينزل تحت وبيشتغل تحت في دوره كاجناح بينزل تحت الهو التاني كان في مشكلة في الشورتج في عملية التوريد الهجومي اذا وصل الكورة للاجناحة او الوسط الملعب الهجومي الراجل كان بينزل تحت ماشي في فريم اللي بعده طول الوقت الراجل قادر نلاقي حلول سواء في مواقف واحد على واحد نهاردة كان عنده ست مراوغات عنده منه اربعة اربع مراوغات صحيحة الراجل عده في كل المرات اللي جات في يوم سواء في وسط الملعب وفي التلت الاخير كان عنده اثنين عده في الاتنين كان عنده موقف واحد على واحد مرتين في التلت الاخير عده في المرتين كمل كمل الفريم اللي بعده اهو الراجل دايما كان قادر بشتغل انسايد قادر بشتغل برة على الخط لما بيكون امام تحت امام هو اللي تحت في وسط الملعب ده او وراه محمد حمد الاثنين تحت هو كان بيطلع يقدر يروح مواقف واحد على واحد روح الفريم اللي بعده دي الكرة طبعا لاحك بناء من شوية في عملية الجزب كانت في ديها تلاتين الحالة اللي بعدها اهي الحالة اللي بعدها على طول ديها كريم هنا التصرف والتعامل هو رايح هنا الكرة طولية خد الكرة عكس اتجاه المدافع دخل انسايد فضل تقلنا على كورو كامل الفريم اللي بعده فضل دايس على كورته قادر ان هو يعمل كنترول خد الكرة على عكس رجل المدافع هنا تاني ارجع اقولك مراوغة مراوغة نجحة ناجح قادر كنترول على كورته بيحاول يدور نفسه على زاوية التمرير او او في كل الاحوال انه بحاول انه في الاخر الكرة تبقى نجحة فضل دايس على كورته لحد ما دخل بها جول 18 وعمل تصويبه نجحة هو اكتر مسدد خمس مرات النهاردة على مرمى المنتخب الغاني دي كورة اللي بعدها على طول دخل برضو مراوغة تانية يا كريم جول 18 الراجل بيعدي دي مراوغة تانية اللي كانت في التلت الاخير من الملعب ما قفلتش في وش رجل كويس لكن دايما الخطور يا كريم طول لحد ما احنا سجلنا الهدف الاول وهو اللي سجله طول الوقت الخطورة جاية من مرموش فقط طول الوقت هو اللي قادر يعملك عملية الزيادة دي كورة الهدف طبعا بص يا كريم انا جيب لك كورة الهدف منين عشان هنا انا بتكلم على الوعي بتكلم على الوعي الراجل هنا لا دخل جيري تحت الكورة ولا دخل انسايد ليه على الرغم ان التريزيجية طبيعا ياخد الكورة وروح بيه فين هطلع بيه على الجناح فهو ممكن يروح لان هو نزل يلعب مهاجم تاني مع مصطفى بعد ينزول تريزيجية التغييرة تريزيجية ما كان النيني عشان تريزيجية يروح على الطرف مصر اتلعب اربعة اربعة اتنين ويدخل مرموش مع مصطفى محمد الراجل هنا علشان الوعي وتقوى بتاع الكورة هو قاطع وعمل عملية التحرك محضر محضر انه تريزيجية يا اما هيعمل له الباص يا اما الكورة ممكن تطقطع فيبتلي يعمل هو عملية الضغط يا اما تريزيجية لو داس على كورة وراح يبقى فيه لعيب ده سابورت ليه كمل هات الفريم اللي بعده انا جبتلك مرموش هو اللي تحت دايرت السنتر مكمل بصها بصها كريم وهنا معليش ارجع الفريم اللي فات وهنا عشان انا هقف عند دقيقة عند النقطة ليه كتير لا مش اقف هنا دلوقتي هنقصد هتلاقي ليه بقى اكرره اكتر مرة هنا يا كريم عملية الضغط وحدة الضغط اللي عمل لنا مشاكل كبيرة جدا من مبارات موزنبيق بص ايه اللي بيحصل هنا مرموش رايح ضاغط تريزيجية فقد الكورة فراح يضغط عشان يجيب كورته تاني هنا الروح والوعي وحدة الضغط اللي مش موجودين من بداية البطولة الفريم اللي بعده هنا راح ارجع 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 عليه ابو واحد بص هنا كريم الراجل ده وهو رايح بص بقى الفرق ما بين مصر الشوط الاول وشوط التاني هنا في تنين لعيبة القفلين على خط الدفاع بالكامل عشان الراجل ده ما يرجعش وكورة كورة خط الدفاع. في تنين لعابة وراء هو هيعرف يري Ass剛剛 كورة ويليف ويقف على كورة ويليف نجبر يرجعها للجون وهنا كان بالتحويم بتاع مرموش. مرموش مرحلوش. مرموش كمل على الجون. كمل. بص بقى. بص بقى مرموش. بص راح فين. بص بص راح فين. كمان. كمان. التوقع بتاع الكورة. حسن التصرف بقى. والانهاء رغم خروج الحارس ثق. الراجل عامل اداء عظيم جدا مع انترخت فرانكفورت السنة دي. عامل اداء عظيم جدا بيكمله. وهرجع اقول تاني مرموش مفيد جدا. سواء في الجناح ويشتغل او حتى كفروت تاني مع مصطفى محمد. واحد من افضل اللعيبة. النهاردة في المباركة كل. وانا في وجهة نظري. كدوس اللي كان موفق جدا جدا جدا. خاصة في الكورة الهدف التاني. موفق جدا. انا في وجهة نظري مرموش على مجمل اداءه. سواء الاداء التكتيكة او الدفاع على الجناح. او حتى كمهاجم مع التسجيل. كان يستحق رجل المباركة. صحيح.